التقى المستشار الألماني أولاف شولكس برئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في برلين ياتي اللقاء والتوترات مؤخرا بين باريس وبرلين بشأن قضايا رئيسية مثل الطاقة والدفاع والسياسات الصناعية للمتابعة ينضم إلينا من برلين مراسل الغد يمان شواف يمان نعلم القضايا الخلافية بين البلدين سياسات صناعية قضايا خلافية متعلقة بالسياسات الدفاعية ماذا ناقش شولكس مع بور نعم طبعا هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها برلين وباريس لتذليل العقبات أو الخلافات التي حدثت بين الجانبين خصوصا بعد تداعيات الأزمة في أوكرانيا والتي أسفرت عنها أزمة الطاقة وتعامل ألمانيا مع هذه الأزمة وأزمة الغاز وكان هناك انتقاضات من قبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وكان للمرة الأولى يطفو على السطح هذا الاختلاف في وجهات النظر والتباين في الآراء بين الجانب الألماني والفرنسي ولكن يبدو أن هذه الزيارة اليوم وهذا طبعا وفقا لتصريحات المسؤولين سواء الفرنسيين أو الألمان بأنها تأتي في إطار الجهود التي تبذلها ألمانيا وفرنسا لتقريب وجهات النظر بينهما ولتنسيق الجهود أكثر على مواجهة كل هذه التحديات ليس فقط التي تركت أثرها على ألمانيا وفرنسا بل أيضا على الاتحاد الأوروبي التي طبعا لطالما عرف عنهما دائما أنهما المحرك الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي هما باريس وبرلين وفي هذه العلاقة القوية دائما ما تنعكس بقوة على الاتحاد الأوروبي ومن هنا تأتي هذه الزيارة التي يبدو أنها بشكل أساسي لتضييق هذه الفجوة التي خلقتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعيات هذه الحرب على الاتحاد الأوروبي تأتي هذه الزيارة وفقا حتى لمتابعين هنا في ألمانيا إلى أنها تهدف إلى تضييق هذه الهوة وإلى إعادة العلاقة بين برلين وفرنسا إلى طبيعتها والعلاقة التي ليست فقط تنعكس على فرنسا وبرلين وألمانيا بل أيضا على الاتحاد الأوروبي ليبقى الاتحاد الأوروبي قويا ومتماسكا أمام كل هذه التحديات هل تم الحديث عن إجراءات عملية عن فترة زمنية محددة استمرار للقاءات بين البلدين تجاوز خلافات ليست بالهينة والتي أبرزتها كما نتابع الحرب الروسية الأوكرانية نعم حازم لو عدنا قليلا إلى القمة التي حدثت في باريس بين المستشار الألماني أولف شلس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وكان هناك ورقة هذه الورقة تم الاتفاق عليها وهي التنسيق الجهود أكثر في عدة مجالات منها الطاقة والغاز والطاقة النظيفة والدفاعات والصناعات العسكرية كل هذه الأمور وهذه الزيارة اليوم تأتي تتويجا لهذه الورقة وأيضا كان هناك اتفاق في تلك القمة التي عقدت في باريس كانت هي تنسيق الجهود أكثر بين الجانبين وهذه الزيارة اليوم تأتي في هذا الإطار بمعنى أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة سيكون هناك زيارات لمسؤولين آخرين قبل فترة قصيرة كان الرئيس الفرنسي قد استقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في باريس وكذلك اليوم رئيسة الوزراء الفرنسية في برلين التقت المستشار الألماني أولف شلس وكذلك وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك والذي هو أيضا نائب المستشار الألماني إذن هذه الزيارات سوف تبقى وسوف تستمر وهي وفقا للتصريحات الألمانية والفرنسية تهدف إلى تنسيق الجهود أكثر بين الجانبين وتذليل كل هذه النقاط التي طفت على السطح وهي كانت نقاط خلافية إذن العمل على مواجهة هذه الخلافات حازم هي بتنسيق الجهود أكثر وبهذه اللقاءات التي نشهدها والتي كانت منها اليوم زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إلى برلين المتابعون والمراقبون ماذا يتوقعون والمعاهدة الفرنسية الألمانية سيمضي على توقيعها الذكرى الستين في يناير المقبل هل سيتم تجديد هذه المعاهدة بين البلدين والحديث عن رؤى جديدة واستراتيجية تتماشى مع الواقع الحالي؟ نعم حازم هنا ربما نتحدث عن نعود إلى الماضي قليلا وهنا يجب أن لا ننسى وهذا ما يتحدث عنه المتابعون على العلاقة الخاصة بين برلين وباريس هذه العلاقة التي انعكست بشكل كبير دائما على الاتحاد الأوروبي هنا ما يتم الحديث عنه دائما أن فرنسا كانت تمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كانت تقود السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ألمانيا كانت تقود الاقتصاد في هذه المعاملة في هذا التوازن في العلاقة العلاقة الاقتصادية التي كانت تديرها ألمانيا والعلاقة السياسية التي كانت تديرها فرنسا هذه العلاقة انعكست بشكل كبير والتعاون العسكري والتعاون في عدة مجالات انعكس على قوة الاتحاد الأوروبي ولطالما عرف عنهما أنهما دائما من يقود التي ادفت الاتحاد الأوروبي حتى في ظل الأزمات الآن الأزمات التي بدأت حازم وطفت على السطح هنا يرى المراقبون أنها يصفها البعض بسحابة ستنتهي لأن هذا الأمر لم يخلق قطيعة في العلاقة بين برلين وباريس وهذا وفقا لمحللين بل على العكس زاد من هذه اللقاءات أشكرك جزيلا شكر وسنبقى معك في متابعة ونحن ننتظر معك المؤتمر الصحفي المشترك لشولتس وبرن شكرا جزيلا لك يا من شواف مراسل غد كنت معنا من برلين